كما التقى الوزير عبد العاطي نظيره الفرنسي جانويل بارو حيث أكد أهمية تكثيف الجهود الرامية لخفض التصعيد في المنطقة وتحقيق وقف لإطلاق النار في غزة وأشار إلى مواصلة مصر لمساعيها الدولية لحجد الدعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقادمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ومتصلة الأراضي على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 عاصمتها القدس الشرقية فضلا عن منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة